اشتركوا في القناة ليسلكم كل جديد إن شاء الله كشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثة عن تسجيل 243 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 الساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي المصابين بالفيروس إلى 12 533 حالة في المغرب ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج السلبية ومتحالي المختبرية قد بلغ 668 658 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل ثلاثة وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 228 حالة وتم التأكد من 87 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيل الإجمالي للتعافي إلى 8 920 حالة وعلى غرار الأيام القليلة الماضية تواصل جهة طنجة تطوان الحسيمة والعيون الساقية الحمراء تسجيل أكبر إصابات فيروس كورونا فمن أصل هذه 243 الجديدة تسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 92 حالة جديدة تتوزع على طنجة بـ 80 إصابة ثم وزان بـ 7 إصابات والعنائش بـ 3 إصابات وحالة واحدة في كل من تطوان والفنيدق جهة العيون الساقية الحمراء أفرزت 72 حالة إضافية كلها في مدينة العيون كما سجلت الضار بيضاء 48 حالة تتوزع على البيضاء 38 حالة والمحمدية بـ 4 حالات والجديدة وسيد بنور ومديونة بحالتين في كل واحد منهما كما سجلت جهة مراكش آسفي 15 حالة أبرزها بمراكش بتسع حالات واثنين في كل من آسفي والحوز وقلعة سراغنة فيما انضافت 11 حالة إلى جهة الرباط سر القنيطرة منها 7 بالقنيطرة واثنين في كل من سيد سليمان وسيد قاسم جهة فاس مكناس سجلت كذلك 4 جهات كلها بمدينة فاس ثم حالة جديدة بجهة الداخل وددهب فيما لم تسجل جهة بني ملا الخرينفرا وقلمي مدنون والشرق أي إصابات جديدة في ضرف يوم واحد وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية شكرا على حسن تتبعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة